اشتركوا في القناة روبرت رايش وفي مقال له بصحيفة الجارديان البريطانية يدعو الامريكيين ساسة وجماهير الى انجاز اكبر مهمة مصيرية في العام الجديد الا وهي عزل ترامب وتنحيته عن دفة قيادة البلاد الى المجهول عبر ديكتاتوريته المتنامية وهوسه بالمشاريع المزاجية كما يقول رايش لا سيما بناء جدار فاصل مع المكسيك بينما امريكا غارقة في ازمات داخلية تسبب الرئيس بحدوثها ومن بين تلك الازمات كما يرى روبرت رايش توقف عمليات التفتيش الموقعي في محطات توليد الطاقة وتعطيل المراجعات الدورية للمواد السامة والمبيدات الحشرية اضافة الى ملفات في وزارة العدل تم طيها وكتمانها عشرات الالاف من العمال في الولايات المتحدة توقفت اجورهم بفعل سياسة ترامب وهؤلاء يعملون في قطاعات الملاحة الجوية والسكك الحديدية وادارة الجمارك وخفر السواحل ومراكز الاطفاء علاوة على الاف العاملين بدون اجور في المؤسسات الامنية كمكتب التحقيقات الفيدرالي وادارة مكافحة المخدرات وبحسب رأي استاذ السياسة العامة رايش فان اخطر ما يسلكه ترامب هو هجومه الدائم على السلطة القضائية وسعيه لتحويل تبعية الجيش الى سلطته الحزبية وتعبئته ضد الكونغرس والقضاء رئيس وبامكانه وبكل بساطة تعطيل اعمال الحكومة لتنفيذ ما يرى ويريد تلك علامة زوال صفحة مهمة من الديمقراطية كما يقول المختصون اذا استمر ترامب بمنصبه حتى عام 2020 لكن ما يخيفهم اكثر هو اعادة انتخابه لولاية ثانية